جيمي باتشيكو اللي لسه معرفش الغيط دلوقتي من اي قصيفة جاءت ولا عارف من اين اتى بهذا الكاسونجو طلع في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة التانية والتالتة لي من الاهلي بيقول انه هو عارف ليه دلوقتي مرتضى منصور محضارش ماتش السوقر وقصة لجنة الانضباط وتحويل الشنوي وعلي معلول لجنة الانضباط اللي كل الكلام ده بيرود ليه الزمالكوية اللي ما تفرجوش على الماتش عشان هم مش مهتمين وشكرا لميدو لانك كشفت حازم امان حلقة جديدة من المشجع لازم نتكلم فيها النهاردة عند صحات جيمي باتشيكو المدير الفني اللي الاهلي المفهود يحتفظ به مدى الحياة بعد ما كذبه في تلات نهائيات متتالية قبله في انهاء افريقيا بتاع القضية ممكن وبعين بيقبله في انهاء الكاس وفي انهاء السوبر لعبه مرة بالزمالك ومرتين في البراميدز وفي المرتين كانت النتيجة الخسارة والخسارة بالقضية في التلات مرات وزي ما بيقول بعد ما اخده تلات مرات النادي الاهلي وكذبه فيهم اعتقد ان هو الاهلي بقى محتاج ياخده مدى الحياة عنده او يعني زي ما بيقوله كي يحتفظ بباتشيكو مدى الحياة ده امر طبيعي جدا نتيجة الخسارة المتتالية لباتشيكو طبعا باتشيكو طلع في المؤتمر الصحفي زي بيقوله عشان يداري فشله لان هو تقدر تقول مدرب بكل المقاييس في كل مقابلاته مع النادي الاهلي ما بيكونش فيه غير نتيجة الفشل بيعمل ايه بيفشل بيخسر وبيخسر نهائيات وطبعا كان مع الزمالك والفريق وأفريقيا ونهاية أفريقيا وبيخسر مع البرامد والفلوس وكل الحاجات اللي بتتوفر لي من من امكانيات ومحترفين ومصرفة في كل حتة وبرضو بيخسر فده لا يدل غير على ان هو مدير فني فاشل قرويا او فاشل في المكسب على النادي الاهلي او فاشل في مواجهات النادي الاهلي فعايز يداري زي ما بنقول على الفشل فطلع عليك انا عرفت ليه مرتضى منصور ما رحش او ما جاش وانا هنا ما فهمتش هل هو هنا كان يقصد الجزء بتاع ان هل عشان كان زمالك لو جيه كان هيشيل سكور او كان هيشيل بنتيجة تقيلة نتيجة ان هو عمل كل اللي يقدر يعمله ومع ذلك برضو خسر فهل هو كان يقصد ان مرتضى منصور ما جاش عشان كان عارف ان فريقه هيجي يشيل الطين وهيكسب سكور ما عرفش ولا كان يقصد التحكيم لان هو يعني والاغلب التحكيم لان هو قال انا عرفت وفيه كلام مش هادر اقوله عشان اتحد المصري ما يقفنيش يبقى هو هنا كان يقصد التحكيم والتحكيم اللي احنا هنتكلم عنه او اللي هو بيتكلم عنه فهو تحكيم بكل المقاييز كان بيجامل بيرمدس لان انتو عارفين ان حكامنا حكام المصريين هوم الحكام الاسوأ على مر التاريخ بزداد في الحكبة الزمنية دي وده اللي انا بقوله والناس كلها سعب بتعتاري تقولك احنا ما نقولش التحكيم لا انا هطلع اقول التحكيم طالما مش مديني حقي حتى لو انا كذبان ولما اطلع وانا كذبان اقولي ان التحكيم مش مديني حقي ده شيء يثبت اكبر شيء يثبت ان فيه مشكلة في التحكيم فمش معنى ان انا كذبان انك ما تدينيش حقي وهعمل لك بس مقارنة مبسيطة ما بين محمود البنة الحكم المصري السيء وما بين الحكم اللي كان بيحكم مباراة الاهلي والهلال السوداني اسفة الهلال السعودي هتلاقي ان في المباراة دي الفرق ان حكم الهلال السعودي في الكاس العالم للاندية الراجل بيطرد لعيب بعد شوية بيطرد اللعيب التاني من نفس الفريق ليه لان فيه قانون القانون بيطبق ضرب بدون قرى تدقل عنيف انظار تاني هنا ادى الانظار التاني وطرد هنا تدقل عنيف بدون قرى وضرب من غير قرى بقرر انه يطلع كارت احمر مباشر على العكس البنة الشيبي بيضرب محمود محمد الشيناوي من غير قرى ما بيدروش حاجة الشيبي بيضرب احمد عبدالقادو بيشهده المتشرط ما بيدروش حاجة علي جبر بيعمل فاول يستحق الانظار بعد كده بيعمل كارت لمسة يد تستحق الانظار مش هدهاله عشان ما تردوش علي جبر بيعمل ضرب الجزاء ولا بدي كارت احمر مباشر ولا بدي انظار فيه اللعيب لو اسمه حاجة حمدي عندهم ده بيتدخل على خلال عبدالفتاح والمفروض ان هي تبقى كارت احمر مباشر على الاهل التقدير انظار ما بعملش ده وما بديش انظارات وما بديش اي كروت طيب تعالي اقول لك ان التحكيم اللي بيتكلم عليه باتشيكو او بيلامح ليه باتشيكو هو افاده لانه كان هيلعب الشوط الاول كله من غير اتنين اللعيبة او على الاهل ده ادير من غير لعيب يعني المباركة ان انتهت الشوط التاني كارت جون بوضرب الجزاء ما بيحسبها لوش وكارت اصفر او كارت احمر كارت احمر لعلي جابري تاني يعني اللعيب بفودي يطلب مرتين وطلع بتتكلم عن التحكيم وانا بس انا عايز اقوليك الفرق ما بين التحكيم في مطش الهلال السعودي والمطش دي ان في المطش دي هو عايز يطلع بالمطش بالاحتواء يحتويها مش هعمل كلوت حبرة لكن في الهلال السعودي انا بنفذ القانون وده الفرق ما بين التحكيم عشان كده هنا صمعة التحكيم وهنا صمعة التحكيم المصري في النازل محمود البنا اللي للاسف اخطاؤه كان فى اتجاه واحد بس وهو اتجاه الاهلى يعني كل اخطائي ضد الاهلى اللعيبة اللي مفروض تاخد انضرارث هي ضد الاهلى اللي عبي اللي مفروض تضطر ده يضد الاهلى اللي عzeit اللي مفروض تاخد ضربات جزاء ضد الاهلى كل ده انا مش هحسبه وهعمل نفسي مش شايفه وهعمل نفسي مش واخب باله بالرغم ان كان فيه كروت صفرة كتير جدا وتحجيم للعب في المباراة هيجي وكل اللي انا بقول لك ده على فكرة خرج برا رأيي وده كان كل خبراء التحكيم مبارح كل قراءهم اجمعت على انا بقول لك ده ضرب الجزالة الاهلي صحيح ما تحسبش ده غير الاتحسبت كانت اصفر لعلي جبر مرتين طرد العلي جبر مباشر كانت اصفر للشيمي شيبي مرتين كل ده ما حدش اتكلم به طيب قصة بقى الشناوي وعلي معلول خلال اللي حصلت ايه رأيي التحكيمي فيه رأيي تحكيمي قال ان الشناوي وعلي معلول الفلق ياخده انظرات وفيه رأيي تحكيمي قال ان مفروض الشناوي كان ياخد طرد ده اللي تقال طيب ولكن انا زي بقول لك القاعدة اساسها مين صاحب المشتراستها الشيبي. مين اللي عمل المشكلة الشيبي? اللي هو اصلا مفروض يكون مطروض من الشغط الاول. ازا ما بني على باطل فهو باطل. فانت حتى لو انت كنت بتتكلم في ان ده قراء التحكيم. اللي اختلفت. اللي اختلفت. انا فيه قال اتذار. فيه قال كارت احمر. فيه قال هي زي بيقوله كده اه يعني مشدة في الملعب. فيها احداث كتير. الحكم مش هيقدر يعمل ده. ولكن طالما الاختلاف حصل بكتير خلاص مش مش هقدر يلوم الحكم. ولكن بلوم الحكم. ان اساس المشكلة من الاول ان هو استيب العيد داي الشيبي ده موجود في الملعب من الاول. لما ضرب الشناوي وضرب عبدالقدر ومداش انظار في القرطين او عالقل لو كان يدلق انظار في القرى منه وما كانش هيعمل التانية. ما انا المسئول? هو البن. عشان بس نبقى واضحين. يبقى مين اللي كان بيتجامل? باتشيكو. مين اللي باتشيكو بيقولك اصارة مش هتكلم عن التحكيم. فلا مش معنى ان انت فاشل. مش معنى ان الاهلي خدك واحتفظ بيك مدى الحياة نتيجة ان هو كسبك طالب مرات تطلع تطلع او تعلق شماعة فشلك. والحاجة التالتة. لما يعني انت بتقول انا شايف ان مرتضى منصور كان عنده حق. هل ده معناه اهانة للادارة الملكة للنادي? والادارة المسئولة عن النادي اللي خد القرار بلعب براميدز? هنا ده سؤال مهم. انت لما انت شايف ان مرتضى منصور عنده حق ان مفروض ما كانش يشارك في الكلام ده. اذا انت شايف ان الادارة عندك ما كانش عندها حق انها هتشارك في الكلام ده. فارجو من ادارة براميدز توضح هل باتشيكو نفسه بيتهم ادارة الزمالك او ادارة براميدز بقى بالنهاية ادارة اه خدت قرار غير صحيح عشان ان هو شارك في اه نهائي السوبر اللي خسره اه زي ما هو اه متعود وزي ما بنقول هو انا شايف ان باتشيكو مالوش حل غير ان هو زي ما بنقول لازم يعلق فشله كمدرب فشل على اه في مواجهات النادي الاهلي يعلقوا على اي شيء ازاي بقول لك حتى في صالح التحكيم اللي هو كان في صالحه التحكيم المصري بقاطر محمود البناء السيء للغاية. عشان الامور تبقى واضحة ولازم مجلس النادي الاهلي ياخد باله من قصة التحكيم دي مش معنى انا كذبان مش معنى انا خط بطولة يتم التغافر عن حقوقي اللي مجدش. ده موقف باتشيكو الفاشل اللي الاهلي احتفظ بيه مدى الحياة ونيجي بقى نتكلم في قصة لجنة الانضباط. طبعا الزمالكوية زي ما انتم عارفين ما تفرجوش عن ماتش ان الماتش ما تفرقش معاه وما كانوش بيسيحوا طول الليل وما كانوش بيصوتوا طول الليل وما كانتش الموضوع طالع من عينهم. فالزمالكوية قرروا ان هم يبتدوا يطلعوا اشعاعات ويدغطوا اعلامية عن لجنة الانضباط ويقولوا ان محمد الشناوي وعلي معلول هيروحوا لاجنة الانضباط. وده كلام جيد صحيح بالمرة ما هو الا ضغط اعلامي عشان يحاولوا يطلعوا بأي مكاسب. خذ بالك وما كانوا شايفين ان السوبر هيبوز فالسوبر ما بس. كانوا شايفين ان الاهلي هيخسر ما بيرمز فالاهلي ما يخسرش. كانوا مضحوك عليهم. هنا هنا كان مضحوك عليهم وكانوا فاكرين ان البرمز زي ما هيروحش. البرمز يضحك على ميده وعليهم مراح. اه كل الكلام ده حازم امام حاول يساعدهم. حازم امام حاول كل الكلام ده فشل وباقت كل الامور بالفشل. ونجح السوبر والاهلي كسب السوبر وخلصة الماش. فنعمل ايه? نحاول نضغط باي شكل من الاشكال. طبعا نجح الجمهيرية نجحت على مستوى الرعاة. المباراة بكل المقص مباراة النجحة. اذا وجد الاهلي وجد الحدث. فخلصة القصة. طبعا ليلى دمها مش لذيذ عليهم. دمهم محروق صياح طول الليل. نعمل ايه? نحاول نضغط علميا زي ما ضغطنا في موضوع قهرباء. نحاول نضغط من اجل عمل اي دوشة او ان احنا نبوز الليلة على اه النادي الاهلي وجامهيرو. فطلعوا قصة اشاعد لجنة الانضباط اللي هتحاسب محمد الشناوي علي معلول او تم احدتهم دي. تم طبعا الكلام ده كله تم تجديبه لان الكلام ده لا ليه علاقة لا باللوايح ولا بالقوانين. اولا محمد الشناوي علي معلول لكل الواقع اللي حصلت دي واقعة في المية وعشرين دقيقة يعني اثناء المباراة يعني اللي بتخص لجنة المسابقات. ده اولا. ثانيا لجنة المسابقاتش هنتطلع اي قرار لازم يكون بناء على تقرير مراكب المباراة او الحاكم. طيب تقرير مراكب المباراة او الحاكم هو كان لسه ما راحش اصل لسه ما وصل لهمش. طيب تقرير مراكب وطرير اه تقرير الحاكم مستحيل يكون فيه شيء بيدين لا الشناوي ولا علي معلول. ليه? لان هو لو حط شئ بيدينهم ازن هيبقى بيدين نفسه كحاكم لان هو ما قادش اي اجراء اداري اه ضدهم في ان هوا يدي كارت احمر اه للشناوي او يدي كارت احمر لعلي معلول ايا ان كان الاجراء فهو طالما ما 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 عملش ده في الملعب بيبه هو زي هيكتب في تقريره ان هما كانوا يستهلوا ده. ما هو ما لو يستهلوا ده طب انت مديتش همش ده ليه? فاذا هو بيدين نفسه. فاذا للتقرير اللي هيوصل كده كده لا في ايدي انا الشناوي ولا في ايدي انا العلي معلول ولا يخص لجنة الانضباط اللي ما فيش اي شيء اللي نزيل بقول لك الموضوع جوة اه المباراة مش خارج اطار المباراة ومش برا المية وعشرين دقيقة ولكن زي ما بقول لك زي ما وشي قبل كده خد بالك هما نفس الناس عند قهربة ما كانش هيلعب غلما يدفع فقهربة حاليا يعني هو بيلعب والزمالك اللي ما كانش بيلعب يعني بسبب قهربة الزمالك ما راحش وقهربة هو اللي كان موجود لكن هما بيحبوا يمشوا ورا الكلام ده زي بيرضوا ما مشوا على ملف نادي القرن حاليا الماشيين ورا اللي بيفاهموه من هما يروح يشتكوا الفيفا طبعا كلام يعني انا بقول اهو الفيفا دي لو في حد برد يروح يشتكي فيها فهو الاتحاد المصري لقرة القدم اللي لو راح الزمالك ده حرفيا مش هينزل دوري درجة تاني ده هينزل دوري درجة رابعة يعني زمالك ده عنده كم من المقالفات وكم من الغرائم في حق الريضة المصرية والله العظيم تمنعه من لعب القرى ما ده الحياة مش تنزله دوري درجة تاني حتى الزمالك ده يعني يتلغي النشاط القرابي في الزمالك ولكن احنا عندنا الاتحاد قرة في اعضاء زمالكوية ما بيتسمعش صدفهم وما بيطلعوش من تحت السرير غير لما بيكون الموضوع يخص الزمالك لما بيكون فيه اهانة من رئيس النادي لاتحاد القرى والاعداء الاتحاد القرى ما بنسمعش صوتهم وبيبقى ساعتها ما بيقولوش رأيهم ونيجي هنا ده ياخدنا لنقطة بعد فشل التحكيم المصري وبعد توضيح ان مفيش فانكوش لجنة الانضباط اللي تلع بيها الزمالكوية اللي طبعا مجلس النادي الاهي لازم برضو كده يبقى ايه واقفهم صحصح لان انت عارف فكرة القوانين واللواقح الناس دي برضو ممكن حاليا لغادي ما فيش حاك لك انت عارف ان الناس دي بيتم مجملتهم بقى ان يشكلوا زي ما حصل في موضوع قهرباء اللي طلع عليه عقوبة بعد اربع شهور قبل المطش عشان التوازنات والقصة اللي انتوا عارفينها تبقوا برضو مصحصحين شما اقلف اللي همش لايحة جديدة عشان يرادوا ان النوس الزمالكاوي اللي بيبقى عايز طبعا يصيح فيحاولوا يرادوه هو واعلامه نيجي منها النقطة ان احنا انا بشكر ميدو بالرغم من كل اللي عملوا الفترة اللي فاتت ولكن انا بشكر ميدو لان هو كان سبب في ان هو يطلع حازم امام بالشكل الحقيقي اللي انا كنت بقوله من زمان اوه تفتكر ان حازم امام من الكيود الزمالكاوي يا جماعة لا ده شعر اصفر ومؤد فيش الكلام ده ده زمالكاوي في الاخر فهيكورش وبيعمل اي حاجة ان هو بيخدم الزمالك هو بس الفرق ان هو كان بيعمله في القوض المغلقة لكن هو لما لقى ميدو والناس بتنادي على ميدو فحب ياخد هو كمان اللقطة فنيسي ان هو عضو اتحاد قرى وابتدأ زي بيقوله كده يعمل الاجراءات اللي مجلس دولة النادي الاهلي لازم يقول ليه موقف يقول ليه دور ان هو عنده عضو اتحاد قرى مصري طلع حاجم لجنة الانضباط طلع حاجم اتحاد قرى طلع حاجم القرارات وامتنع عن الحضور مباراة السوبر وده يمثل يعني زي بيقوله كده كلام واضح وصريح ان فيه محباة ومجاملة من عضو اتحاد قرى وتدارب مصالح واضح وصريح لازم يكون فيه موقف ولازم يكون فيه قرار لان ده لا يعني غير التخابة اللي بيحصل جوه الاتحاد من العضو ده الزمالكاوي اللي زي بيقول ده شيء جميل جدا انت زمالكاوي ده شيء يخصك ولكن تاخد بعده وتقدر على مجلس قرارة الزمالك تنورهم وتشرفهم وتشرب معهم الشاي وتقعد مع مجلس الادارة اللي بيطلع رئيس النادي كل يوم يشتمهم ويهز دراسهم وتقعد هناك تنور الدنيا لكن مكانك مش اتحاد القرى وده بس الملخص القصة دي كل لازم بقولك يعني احنا بس ده فوضيح عشان الناس تبقى عارفة ميدو يشكر لانه هو اظهر بقى حازم ميدو كده كده يعرفون هو بتاعة الترند وهيبقى بالترند وعلى فكرة ميدو انا بقول لك وهتلاقي في قضية للاهلي هتلاقي ميدو عادي جدا بيهاجم اللي ضد الاهلي ليه عشان يعني يبقى كسبان الكل ده ميدو الترند فين وانا موجود فمعروف من زمان لكن هو قطر خيره ان هو كشف للناس مش لي لان احد الامان عارف ان راجل زمالكاو بيخدم الزمالك وعارفين وكل الموجودين معروفين ان هم قد ايه بيتطبوا على زمالك ان النوس لاتحاد القرى فلازم ده يكون بشكل واضح وصريح اخر حاجة طبعا عايزين نتكلم فيها بعد ما قلنا على التحكيم السيء وقلنا على باتشيكو الفاشل في مواجهة الاهلي الدائم اللي الاهلي خلاص احتفظ بيه مدى الحياة بعد اخذوا ومكسبوا بيه تلاف مرات وبعد ما شكرنا حازم لازم نشكر جمهير النادي الاهلي اللي كانت حضرة في المباراة وكانت زي ما بيقولوا كده في المعاد في مباراة مهمة جدا 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 وبطولة وصوبر مهمة جدا لازم نشكر كل الناس ونشكر كل اللعيبة ونشكر الجهاز الفني اللي قدروا انه هم يحصدوا بطولة كاز في السوبر ويكونوا اول دوري ماشيين في افريقيا لحد ما بشكل كويس دلوقتي لكن زي ما بيقول افريقيا يعني ما فيش صلح في افريقيا غير بعد مكسب النهائي وزي ما بنقول اهم حاجة نتمنى اخر حاجة بس من مكسب دارة النادي الاهلي احصحوا للي بيحصل من الضغط الاعلامي والكلام اللي بيحصل دا لانه زي ما انتوا عارفين بيحاولوا يخدموا الزمالك او بيعملوا اي مراضيات او تراضيات عشان المنظر العام او الشكل العام انه هم يبقى رضوا الننوس الابيب ولكن دام النوس الابيض بيصيح دام اضحوكة دام منسحب دام خسران ودام فاشل ودام الاهلي فوق الجميع شكرا ليكم وشكرا لمتابعيكم متنسوش تعملوا متابعة على فيسبوك سبسكرا على يتيوب واللايك وكومنت والشير سلام